طيب مهة عايزين نعرف ايه ابرز تعقيدات الوصاية اللي بتواجه الامهات ايه العقد اللي في حتة الوصاية دي اللي بتواجهني انا كأم طول امد التقاضي دي رقم واحد تاخد قد ايه يعني طول اللي لا مفيش قد ايه من دي بقى الكارسة يعني احنا حتى شفنا ده في المسلسط اي انا شوف انا سألتك سؤال مثلا وانا قادة عندك في المكتب دهتي كمحامية فانا جاي ده وقت ارفع قد يقولك طب يا مهة تاخد قد ايه وقت لا مش عارف هتردي علي الرد ده يجي لي جلط اه بالزر يجي لي جلط الله ينور عليك يعني انا وانا قعدة كده يعني هكبر في السن لغاية ما يعني اخذ الوصاية ما لازم يبقى لها مدة دي الازمة بقى احنا المحامي بين المطرقة والسندان ما بين الموكل وما بين الاجراءات يعني احنا ما عندناش حلول انا في الاخر بعمل اجراءاتي لكن مفيش مقاط لهذا الامر يعني مفيش مثلا في الشيكات وفي النفقة والحاجات دي بتبعي عارفة ان القضية تاخد قد ايه تقريبيا تقريبيا ست شهور بالزبط لكن ده ما يمنعش انه ممكن تبقى اطول من كده ليه لانه مفيش مقاط حاكم لها قانوني يعني مفيش مثلا اني يقولك ايه تحل القضية دي في خلال يفصل فيها في خلال ستة شهور مفيش انتو كمحامين اعتقد من فترة طلبتو ان القضية كلها يبقى لها وقت بالزبط يعني الستة اللي راح هتطلب نفقة دي اللي معهاش فلوس في جبهة بدل ما تمحرف وترمي عيالها في الشارع لازم تعرف انه مثلا ستة شهور وتاخد الفلوس اللي هتأكل بيها ولادها مش بس شهرين تلاتة اربعة مش بس مش بس المقاط خلينا نقول ان الوقت ده حاجة مهمة جدا خلينا نقول ان رسوم القضائية حاجة مهمة جدا 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 هي اصلا مش لقي معهاش هي ده ما معهاش فلوس تلك المواصلات زي ما شوفنا السنة اللي فاتت برضو في المسلسل بتاع عمل فاتن عمل حارب يعني الستة قالت له انا ما معاييش انا بكي في عشرة جنيه لانا اللي استفدت بيومي ولانا اللي وفرت الفلوس ولانا اللي خدت حقي فهم قصدي انه في الاخر كمان طول امد التقاضي دي واحد يعني طول فترة القضية احنا دلوقتي في مشكلة ان احنا ما نعرفش القضية دي تاخد قدي في المحاك بالزبط تاني حاجة مصاريف كتيرة جدا الله ينور عليك ففيه طبعا الستات كمانش قادرة تدفع الكلام ده طب هل ما يفعش المحكمة تدفع المصاريف دي لغاية ما انا استقبل ورسي او ااخد الوصايا الحقيقة انه ان سوضوء للأسرة المفروض بقى ان شاء الله ان شاء الله يعني الواجه بسياتة الرئيس هو منوت بيه القصة دي اللي بيقولك طب انا دلوقتي رايح اعمل قسيمة جوز او رايح اتجوز انا مالي ادفع ليه للي هيطلق انا مش هطلق وقلبه الدنيا انا يا حبيبي ان ده مش بس للي هيطلق ده كمان للأرمالة مفيش حد فيه نظام عمره افرد لقدر الله توفق الله زوجتك بعيالها هتروح فيه لحد ما يتحكم لها في المحكمة هيتصدى هنا صندوق الأسر صندوق دعم الأسر انا برضو ما كنتش فاهمة قوي قاعدوا الرجالة طبعا يطلعوا كاميكس وازاي وانا ادفع فلوس ليه قبل ما اتجوز طب انا مش متجوز طب انا مالي بالأرمالة لا مالك ايه طب ما صح يعني انت بتحط فلوس عشان بدل ما سيتي دي تتمرمط في المحك بالزبط عشان تحمي نفسك وبيتك ومجتمعك انه في الاخر دي مسئولية مجتمعية والله وانه في الاخر المدفوع مش قد الفايدة اللي عيدة على المجتمع ككل طب يعني الصندوق ده يقدر يصرف على الأم أو الزوجة اللي جزءها توفى لغاية ما تاخد ورسوم أو نصايا هو الحقيقة بيتصدى ابتداءا كده للأطفال للمرأة الست المعيلة أو المعوزة في الحالات اللي ليه علاقة بالأطفال أو هي نفسها ما عندهاش بيت أو ما عندهاش مقاوة أو ليها نفقة برضو ده من حقها برضو تعمل ده فهو المفروض ان هو يتصدى لكل المشاكل دي بشكل فوري بشكل لحظي لحين الفصل في القضايا تاخد بقى المحاكم وقتها لكن في صندوق بيديني فلوس أكل واشرب أكل عيالي أكل عيالي ويبقى عندي بيت يعني يبقى ما منفعش أمشي في الشوارع مش عارف أروح فين وأكلهم من إيه بزرط